اشتركوا في القناة يختلف عن التأمين التعارم بنوعين من الناحيتين الإدارة والفنية من الناحية الإدارية والفنية قلنا للتأمين الإسلامي صورتان وذلك أن هكلته الفنية والإدارية إما أن تقوم على أساس الوكالة دون أجر أو على أساس الوكالة بأجر هذا ما أحدنا إذن الصورة الأولى ما هي الصورة الأولى؟ هي صورة الوكالة دون أجر في البداية أريد أن أنبهكم على أن هذه الصورة نادرة جدا لا توجد إلا في قطر أما غالبا ما يدير المساهمون أعمال التأمين بأجر إن الصورة الأولى أن يكون مجموعة المساهمين شركة مساهمة ترجل إلى القيام بالتأمين على أي أساس؟ على أساس التزام بأحكام الشريعة ترجل إلى القيام بالتأمين على أساس التزام بأحكام الشريعة وينص كل من النظام الأساسي والعقد التأسيسي لهذه الشركة والعقد التأسيسي لهذه الشركة على الالتزام بالأمور التالية عندما قامت هذه الشركة المساهمة انتزمت بأن تكون أعمالها موافقة لقواعد الشريعة أحكاما ومقاصدا لذلك يجب أن تبين ذلك بالتفصيل كيف تكون تصرفاتها موافقة بقواعد الشريعة وأحكامها إلا أولا مبدأ التبرع والتعاون ما معنى هذا؟ تتبعوا أي أن هكذا المشتركين أو أن المشتركين يتبرعون أو يتزمون بالتبرع بأقصاد يتبرعون في هذه الأقصاد وبعوائدها أنا عندما أتبرع بشيء لا أنتظر عوما عنه هذا هو الأصل ولذلك كثير من المعاصرين أقاروا مشكلة عود بعض الفائض إلى هيئة المشتركين وسنرى ذلك بعض هذه المصار يرجعون جزءا من الفائض إلى المشتركين وهذه فيها شبهة ولذلك قال كثير من الفقهاء المعاصرين من المحصرين منهم هذه شبهة المعاوضة تقرب هذا التأمين من التأمين التجاري ولذلك قالوا التأمين الإسلامي الذي يخلو من هذه الشبهة شبهة المعاوضة أولى من التأمين الذي يجتمل على هذه الشبهة فيكون أقرب لروح الشريعة ومقاصدها وأيضا لأحكام التبرعات مبدأ التبرع والتعاون أي أن حمالة الوثائق هم المشتركون أو المستأمنون أو المؤمل لهم ذكرنا هذه الاستلاحات أي أن حمالة الوثائق يتبرعون بالأقصاد المقدرة وعوائدها لصندوق التأمين التعاوني إذا نتبرعون بالأقصاد المقدرة وعوائدها لصندوق التأمين التعاوني أو لحسابه الخاص به لدفع التعويضات إذن من مكونات صندوق حمالة الوثائق هذه الأقصاد المدفوعة من لدن المستأمنين أو المؤمنين والعوائد سنرى أن المساهمين هم الذين يتكفلون بتثمير أموال هذا الصندوق أي يتعاملون معها بوصفهم مضاربين وغيرون رأس مال الصندوق وجزء من الربح يأخذه من؟ المساهمون المضاربون وجزء منه يعود إلى الصندوق هذه هي عوائد الصندوق إذن من مكونات هذا الصندوق كما سنرى هناك العوائد هناك الأقصاد المدفوعة وهناك الاحتياطيات أيضا إلى أخير إلى أن هذا في الحقيقة ورد في المعيار خمسة واحد المعيار خمسة واحد يقول الابتزام بالتبرع حيث ينص على أن المشترك يتبرع بالاشتراكي وعوائده لحساب التأمين لجفع التعوينات وقد يلتزم بتحمل ما قد يقع من عجز حسب النوائح المعتمدة لكن من الصورة العملية إذا عجز الصندوق فإن المساهمين يقرضون الصندوق واضح بعد أن يقرضوا الصندوق ويثمروا هذه الأموال نعم هنا وجبا على الصندوق أن يرجع هذا القرض إلى المساهمين سنأتي ليلنا هناك من أثار شبهة هذه المعارضة في الصندوق إذا ثانيا أهم شيء هو مبدأ التبرع والتعويق يعني كل مجتريف هو متبرع بالأقصاء التي دفعها للصندوق لا ينتظر عوضا عنها تنت مراعاة أحكام الشريعة لذلك تكون هيئة للفتوى والرقابة الشرعية تكون هيئة للفتوى والرقابة الشرعية تكون فتوها ملزمة للإدارة ويكون لها حق الرقابة والتدقيق الشرعي ويكون لها حق الرقابة والتدقيق الشرعي والاطلاع على جميع ما يحقق أهدافها ننتبه مراعاة أحكام الشريعة نصر عليه المعيار 5-8 ورد فيه المعيار 5-8 أمامه من الرجوع إليه أما تعيين الهيئة هيئة الفتوى والرقابة الشرعية فقد نص عليه المعيار 5-9 تعيين هيئة رقابة شرعية تكون فتوها ملزمة للشركة ووجود إدارة رقابة وتدقيق شرعي داخله هذا المعيار 5-9 نريد أن نتوسع كثيراً في هذا ثالثاً الشركة وكيلة في إدارة أعمال التأمين الإسلامي في إدارة أعمال التأمين الإسلامي دون أن يكون لها في ذلك أجر هذه هي الصورة الأولى التي تكون فيها الوكالة دون أجر وقلنا هذه الصورة نابرة بلد فريدة لا توجد إلا في قطر، في شركة قطرية وضع طبعاً هذا من الفوارق التي تجري بين التأمين الإسلامي الحادث وبين التأمين التعاوني بنوعيه قلنا هناك المساهمون أنفسهم هم الذين يديرون أعمال التأمين بينما هنا الذي يفطلع بأعمال التأمين من؟ المساهمون الذين أسسوا الشركة المساهمة فالذين إذن يديرون التأمين هم أطراف ليسوا المشتركين نتبه لهذا الفرق بخلاف تأمين التعاوني فقد ذكرنا بأن المساهمين هم أنفسهم الذين يديرون أعمال التأمين كون الشركة وكيلة في إدارة أعمال التأمين هنا نص عليها المعيار خمسة ثلاثة سجلوا هذا عندكم هم؟ يقول هذا المعيار الشركة وكيلة في إدارة حساب التأمين ومضاربة في استثمار موجودات التأمين يعني العلاقة بين المساهمين والمشتركين أو بين المساهمين والصندوق العلاقة الجارية بين المساهمين والمشتركين ومنه علاقة وكيلة فالمشتركون أو هيئة المشتركين هم الذين وكلوا المساهمين بإدارة أعمال التأمين أما علاقة المساهمين أو أعضاء الشركة المساهمة بالصندوق فهي علاقة استثمارية عن طريق المضاربة لأنهم هم الذين يتكفلون بتثمين أموال الصندوق ويكون لهم حصة من الربح في ذلك إن الشركة وكيلة في إدارة أعمال التأمين الإسلامي دون أن يكون لها في ذلك أجد ما هي الأعمال؟ هناك إعداد وثائق التأمين جمع الاشتراكات ذفع تعويض عند الضرر إلى سطح فالشركة تعد وثائق التأمين تعد وثائق التأمين سياغة وطبعا ونشرا وتجمع الاشتراكات مما؟ من المشتركين من حمالة الوثائق وتدفع التعويض لصاحب الضرر تدفعه من أين؟ من الصندوق لا من صندوق المساهمين وتدفع التعويض لصاحب الضرر المؤمن منهم دون أن يكون لها أجرة وهذا هو محل الصورة الأولى دون أن يكون لها أجرة وهذا ما عليه الشركة الإسلامية القطرية للتأمين وهذا ما عليه الشركة الإسلامية القطرية للتأمين وهذا كما ذكرت لكم آنفا نادر هذه ربما الصورة الوحيدة في العالم وعليه فجميع المصاريف الإدارية من أين تأخذ؟ من الصندوق من أموال حمالة الوثائق وعليه فجميع المصاريف الإدارية تأخذ من أموال حمالة الوثائق من أموال حمالة الوثائق وأربعها أيضا هنا قالوا بوجوب الفصل بين صندوق حمالة الوثائق وصندوق الشركة المساهمة لكل حسابه وهذا الفصل هو الذي يفرق بين التأمين التجاري والتأوين التأمين الإسلامي رابعا أن يكون لأموال المشتركين وعوائدها ومصاريفها وتعويضاتها وفوائدها حساب مستقل منفصل عن حساب الشركة إذن حساب مستقل منفصل عن حساب الشركة كليا يسمى حساب التأمين أو صندوق التأمين أو حساب هيئة المشتركين هناك التسمية أخرى أو محفظة هيئة المشتركين هذه أبرز الاستلاحات الوالدة في كتب الحديث أو محفظة هيئة المشتركين ورد في المعيار حمسة 2 استمع قيام الشركة المنظمة للتأمين بإنشاء حسابين منفصلين أحدهما خاص بالشركة نفسها حقوقها والتزاماتها والآخر خاص بصندوق حمالة الوثائق حقوقا والتزامات إلى صدق والمراد بالفائدين هو ما بقي من أقصات المشتركين والاحتياطيات هل الاحتياطات تكون من المساهمين أو من المشتركين من المشتركين ستكون من المساهمين المراد بالفائدين هو ما بقي من أقصات المشتركين والاحتياطيات وعوائدهما بعد خصم جميع المصروفات والتعويضات بعد خصم جميع المصروفات والتعويضات المتوعة فهذا الناتج ليس ربحا بل فائدا إلى سطر خامسا إن فوائد التأمين ملك لمن لحساب التأمين ويوزع جزء منهم على حمالة الوثائق بناء على لوائح تنظم ذلك كنت قد ذكرت لكم آنفا إن هذا التصرف لا يخلو من شبهة المعاوضة وذلك قال بعض المحققين المعاصري بأن خلوة التأمين من هذه الشبهة شبهة المعاوضة أقرب لروح الشريعة وأولى من اجتماله عليها أي هذه الشبهة أي أن لا يأخذ المشتركون أو هيئة المشتركين جزءا من هذا البطار فأن هذا ربما يقربه من التأمين التجاري والرسول عليه الصلاة والسلام يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريب أعرف قال إن الحلال بيّن وإن الحرام بيّن وبينه مغمور مشتبهات لا يحلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استمرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالرعي يرعى حول الحمى يشك أن يرثعت فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله فحارمه ولذلك الأولى أن ندعى ما يريبون إلى ماذا يريبون طبعا في المعيار الخمسة خمسة نكتب هذا المعيار هنا في هذه المسألة ورد في المعيار خمسة خمسة يجوز أن تشتمل اللوائح المعتمدة يجوز أن تشتمل اللوائح المعتمدة على التصرف في الفاطف بما فيه المصلحة حسب اللوائح المعتمدة مثل تكوين الاحتياطيات مبالغ الاحتياطيات تكون من الفاطف أو تخفيض الاشتراكات التخفيض أسهم المشتركين أو التبرع به بجهات خيرية أو توزيعه أو جزء منه أو جزء منه على المشتركين على أن لا تستحق الشركة المديرة وهي الشركة المساهمة هي التي تدير أعمال التأمينة لذلك سمعت الشركة المديرة اسم فاعل من أدار المدير مديرة إذن على أن لا تستحق الشركة المديرة شيئا من ذلك الفاطف لماذا؟ لو كنا بأن لهذه الشركة حقا في الفائض إذن هذا وليد شبت تأمين تجاري أرأيتم لماذا درسنا تأمين تجاري قبل أن ندرس تأمين تكافري لا يمكن أن نفهم جيدا تأمين التكافري ما لم ندرس تأمين التجاري يسهل لنا طريقة إذن سادسا تضطلع الشركة باستثمار أموال الحساب الخاص بالتأمين عن طريق المضاربة تضطلع الشركة باستثمار أموال الحساب الخاص بالتأمين عن طريق المضاربة شرحنا هذه النقطة قلنا هي مع صندوق صندوق حمالة الوثاقة مضاربة سابعا المساهمون المنشئون لشركة التأمين التكافري المساهمون المنشئون لشركة التأمين التكافري يوفرون خدمة أو يوفرون خدمة التأمين ويتيحون لغيرهم الاستفادة من هذه الخدمة هم ما أنشأوا هذه الشركة إلا من أجل خدمة غيرهم وهم هيئة المشتركين ويتيحون خدمة أو لغيرهم الاستفادة من هذه الخدمة ليحصل النفع للجميع في ظل مؤسسة اقتصادية إسلامية في ظل مؤسسة اقتصادية إسلامية وبهذا يكون لهم أجل عظيم عند الله ويستفيدون أيضاً مما يأتي نحن ماذا قلنا؟ هناك صندوقان صندوق المساهمين صندوق من؟ المشتركين المشتركين صندوق المساهمين للمساهمين أن يستثمروا فيه بطريق المضاربة وأرى إذن لهم عوائل هذا صندوق وسوف يتصرفون في صندوق من المشتركين 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 يوصي المظالمين ولهم عائل من ذلك في هذه الصورة ليس لهم أجل عن إدارة أعمال ولكن في صورة أخرى وهي الكثيرة يكون لهم أجل عن طريق الوكالة يكون لهذه الوكالة عواء إذا نكتب عوائد رقص مال الشركة عوائد رقص مال الشركة المستثمر استثمارا شرعيا بنسبتهم من عوائد استثمار أموال المستأمنين يعني الصندوق حمالة الوزاق نسبتهم من عوائد استثمار أموال المستأمنين زيادة قيمة أسهمهم بسبب نجاح الشركة إذا اشتهرت الشركة ونجحت فإن قيمة هذه الشركة سوف ترتفع إذن زيادة قيمة أسهمهم بسبب نجاح الشركة السهم اليوم يقوم 30 دينار بعد أشبوعين يكون بأربعين دينار عاشرا ثامنا 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 إن ذمة الشركة من حيث هي إن ذمة الشركة من حيث هي ليست ملزمة بالتعويض أصالة ثامنا من منهم يشعر لنا هذه هي بأربعين هم؟ فلا تأملوا جيداً قبل أن تجدوا الصندوق ثامنا الشركة ليست ملزمة عن الصندوق الصندوق هو الصندوق هو ما معنى هذا؟ أي أن التعويض لا يكون من صندوق المسالبين هذا هو مقصود مصندوق حمالة الأوراق وإنما يكون صندوق حمالة الأوراق الوثانب واضح؟ يعني أن المساهمين ليس في ذمتهم أن يعوضوا عن الأضرار المؤمن منها لا إذن هذا حتى ولو في صورة عجز من؟ صندوق صندوق حمالة الأوراق وذلك هناك انفصال إذن إن ثمة الشركة من حيث هي ليست ملزمة بالتعويض أصالة وأموالها ليست في مواجهة التزامات التأمين ليست في مواجهة التزامات التأمين وإنما جميع التزامات التأمين وإنما جميع التزامات التأمين يتحملها صندوق التأمين ولكن الشركة وكيلة بالاقتراض بحيث إذا لم تكن أموال الصندوق كافية فإن الشركة تتمنح قرضاً حسناً مناسباً لحساب التأمين يسترجعه فيما بعد حسب الاتفاق إذا لو حصل عجل للصندوق أو لم يكن كافياً للمساهمين أن يفرضوا هذا الصندوق تاسعاً إن الشركة من خلال حسابها الخاص إن الشركة من خلال حسابها الخاص بها تتحمل مصاريفها الخاصة بها ويعود إليها ربح أموالها إذن الغن بالغرم ويعود إليها ويعود إليها ربح أموالها عاشراً وهذا مقترحنا في توشية الندوة الأولى أن يشارك ممثل حمالة الوثائق في مجلس إدارة ماذا كان اقتراحاً من اقتراحات الندوة الأخيرة إذن الأولى أن يشارك ممثل حمالة الوثائق في مجلس الإدارة تابعوا ماذا قال المعيار خمسة سبعاً أفضلية المشاركة حمالة الوثائق في إدارة عمليات التأمين من خلال إيجاد صيغة قانونية مناسبة لممارسة حقهم في الرقابة وحماية مصالقهم من تتمثيلهم في مجلس الإدارة المعيار خمسة سبعاً خمسة سبعاً خمسة سبعاً خمسة سبعاً نقطة سبعاً وبعد الفراغ من الإجراءات الرسمية وبعد الفراغ من الإجراءات الرسمية حسب القوانين المنظمة للشركات حسب القوانين المنظمة للشركات في كل بلد لكل بلد قوانين حسب القوانين المنظمة للشركات في كل بلد وإشهارها وإنشاء صندوق أو حساب خاص بالمشتركين تنوب الشركة عن حملة الوثائق بترتيب العقود والوثائق وفتح الحساب وتنفيذ المبادئ السابقة لتبدأ إثر ذلك عمليات التأمين هذه الصورة الأولى الصورة الثانية لا تختلف عن هذه الصورة إلا في نقطة واحدة وهي أن المساهمين يديرون أعمال التأمين وحسابه بأجرا فقط إذا نكتب الصورة الثانية وهذه الصورة في الحقيقة هي الصورة الغالبة والمنتشرة في بلاد الخليفة وهي أن تبنى الشركة أن تبنى الشركة على أساس المكالة بأجر وهذه الصورة لا تختلف عن الأولى وهذه الصورة لا تختلف عن الأولى إلا في نقطة واحدة وهي أن تدير الشركة أعمال التأمين وحسابه بأجرا أعمال التأمين وحسابه بأجرا أعمال التأمين وحسابه بأجرا الآن حقيقة التأمين حقيقة التأمين الإسلامي طبعا بعد بيان ما تكرناه سوف يكون التعريف واضحا وروح هذه الشمس الباركة حقيقة التأمين الإسلامي أو التكافر عرفه المعيار رقم ثين عرفه المعيار رقم ثين بأنه أنا دائما أذكركم بأن ندرس التأمين بوصيه عقنا لا بوصيه نظاما فأخذنا هذا لكرناكم بهذا منذ أخذنا تأمين إسلامي إذن عرفه المعيار رقم ثين بأنه اتفاق أشخاص يتعرضون لأخطار معينة على تلاف الأفرار الناشئة على تلاف الأفرار الناشئة عن هذه الأخطار وذلك بدفع اشتراكات على أساس الارتزام بالتمرع كل مشترك يرتزم بتفعيل قصد ويتكون من ذلك أي من هذه الاشتراكات ويتكون من ذلك صندوق تأمين له حكم الشخصية الاعتبارية وله ذمة مالية مستقلة وقد أثار الأخ عبد الباري مشعلي في آخر اللقاء إشكالية حول هذه المسكة وكيف أن يكون لهذا الصندوق ذمة مالية مستقلة نحن قد ذكرنا أن المؤمنة هو المؤمن له في تأمين التكافل الإسلامي عندما نقول المؤمن هو المؤمن له لا يمكن أن يكون لهذا الصندوق ذمة مالية مستقلة وهو إشكالية من الإشكاليات كما ذكرت وهو حقيقة ملاحظة رشيطة وله ذمة مالية مستقلة يتم منه التعويض يقول له ذمة مالية مستقلة لا 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 يقول المؤمن هو المؤمن له واضح؟ يقول الصندوق هو المؤمن وهي المشركين المؤمنون لهم واضح؟ وهذا فصل وهذا منافل لمكتبيات التأمين التكافل الإسلامي إذن يتم منه التعويض عن الأضرار التي تلحق أحد المشتركين من جراء وقوع الأخطار المؤمن منها من جراء وقوع الأخطار المؤمن منها وذلك طبقاً لللوائه والوثابة نقطة ويتولى إدارة هذا الصندوق أنا مفعوب به مقدمة نقطة ويتولى إدارة هذا الصندوق هيئة هذا هو الفاعل هيئة مختارة من حملة الوثائق ويتولى إدارة هذا الصندوق هيئة مختارة من حملة الوثائق أو تديره طبعاً هذه الصورة الصورة الأولى هذه هي من التأمين التعاوني المأهول من قبل هذا اليوم تعاوني الأول الإسلامي بشقية واضح قلنا أن يكون ماذا؟ الذين يديرون أعمال التأمين وحساب الصندوق هم المستدقون أن أسرون وهذا التجاوز سمعنا في الحقيقة لكن لماذا حسب رأيكم ورد هذا التعريف حتى يكون التعريف جامعاً مانعاً أي حتى يكون جامعاً لجميع الصور ما كان منها وما حدث أخيراً واضح أن من شروط التعريف أن يكون جامعاً لأفراد المعرف به ونحن ذكرنا بأن التأمين التعاوني بشقيه هو من جنس التأمين الإسلامي إذا انتزم الأحكام الشرعية وذكرنا أن ذلك التأمين قد ظهر بالبلاد الغربية لكنه يختلف عن تأمين التعاوني في البلاد الإسلامية أنه لا يتزم أحكام الشرع إذ أنه يستثمر أمواله في البنوك الربوية ورد لكنه شكل تقليدي وذلك حتى يشمل الصورة أورد ذلك إذا أنه يتولى إدارة هذا الصندوق هيئة مختارة من حماز الوثائق أو تديره شركة مساهمة وهذا هو الذي عليه العمل النوم بأجر، أيضاً هو الغالب، الصورة الغالبة تقوم بإدارة أعمال التأمين واستثمار موجودات الصندوق هناك كلمة موجودات كلمة عامة حتى تشمل الأقصى والعواحد والعتياطات والفاطر والفاطر طبعاً هو في الحقيقة هذا المنخل بشغوط التعريف لأن الأصلة في التعريف أن يكون موجوداً نقطة إلى السطر فأمنى التعريف التأمين الإسلامي حسب المعايير الشرعية وعرف بأنه عقد يتبرع بمشبه أشخاص بمبلغ المالي على وجه التعاون قصد جبر الأضرار وتفتيت الأخطار وتفتيت الأخطار التي تلحق بهم كلاً أو بعضاً التي تلحق ببعض المشاركين أو بهم جميعاً والاشتراك في تعويض والاشتراك في تعويض من يصاب بضرر والاشتراك في تعويض من يصاب بضرر فعلياً ُنَا ناشِئٍ عن حصور الخطر المؤمن منهم ناشِئٍ عن حصور الخطر المؤمن منهم على هذا التعريف أو جز أسماء هذا التأمين طبعا هناك خلاف كبير هناك من يسمي التأمين الإسلامي هناك من قال هو التأمين التعاوني هناك من قال هو التأمين التبالي هناك من قال التأمين التكافلي سنبين هذه الأسماء ووجود تسمية أسماء هذا التأمين للتأمين الجالي على وفق أحكام الشريعة للتأمين الجالي على وفق أحكام الشريعة أسماء كثيرة وهي التعاوني والتبادل والتكافلي والإسلامي ما هو الاسم الذي اختيرها في الندوة الأخيرة؟ التكافلي إلى سر ووجه تسمية الأول ما هو الأول؟ التعاون أن جميع المشتركين يتعاونون على تعويض الأضرار أن جميع المشتركين يتعاونون على تعويض الأضرار الناشئة عن الخطر المؤمن منه على تعويض الأضرار الناشئة عن الخطر المؤمن منه اللاحق ببعضهم ورؤيا في تسمية الثاني أي التبادل أن كل واحد من هيئة المشتركين يجمع بين صفتي المؤمن والمؤمن له أن كل واحد من هيئة المشتركين يجمع بين صفتي المؤمن والمؤمن له لا سمي التعاونين للتعاون على تحمل التعويض وسمي تبادليا لأن كل من المشتركين هو حقيقة هناك اتحاد الجهات مؤمن ومؤمن له أو لأن المشتركين يتبادلون بينهم تحمل الأضرار أو لأن المشتركين يتبادلون بينهم تحمل الأضرار التي تصيب أحدهم عند وقوع الخطر المؤمن منهم ويسمى تكافليا لكونه مبنيا على التآزل والمواساة كونه مبنيا على التآزل والمواساة وقد شاع هذا المصطلح بعد الندوة بعد الندوة الموصومة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر